جاء الاستفسار امتى هنبدأ موسم الانتاج الجديد طبعا موسم الانتاج الجديد احنا بنبدأه من بداية موسم الراحة وده اللي انا شرحته في فيديوهات كتير وهوضحه دلوقتي مع حضراتكم من اول ما شرحنا في فيديو ازاي ان احنا هنشغل الطيور والله هنفصل الازواج اسناء موسم الراحة وقولنا ان الصحي طبعا ان احنا نفصل الازواج نريحها طالما الطيور دي اشتغلت اسناء موسم الانتاج زي ما وضح في الفيديو ده كده مع حضراتكم وان احنا نشغل الازواج اللي هي اول شغل اول ازواج اللي هنضربها اللي هي كانت لسه مرتاحة اسناء الموسم اللي فات دل اللي ممكن نشغلها اسناء شهور الصيف كتدريب لها بعد كده اتكلمنا عن خلطة الحبوب ومحاذرها واتكلمنا عن موعيد بداية موسم الانتاج وموعيد بداية موسم الراحة وانه ان موسم الراحة بيبدأ من اول شهر سبعة وتمانية وممكن احنا نبدأ نشغل الازواج بتاعتنا من اول شهر تسعة طيب شهر سبعة وتمانية دول بنسميهم شهور تجهيز الطيور لموسم الانتاج الجديد كمان بعد كده اتكلمنا عن المطار واهمية المطار للعصفير وان طيران العصفير مهم جدا لزيادة منعة العصفير وكمان زيادة خصوبتهم علشان يبدأوا موسم انتاج جديد كوي جدا وبعد كده اتكلمنا في فيديو مخصوص ازاي ان احنا ندرب الازواج الاول شغلة على الانتاج وازاي ان الازواج دي ممكن ان يحصل معها مشاكل في اول عش وازاي ان احنا نبدأ نخليهم يتفادوا المشاكل دي واندرب الطيور على انها ترقد على البيض وتحضن وتفتم الفروخ وتبقى ازواج حضين حنينة ده اللي شرحنا في الفيديو اللي بعد كده خطوات عمل ازواج حضين حنينة جدا وان الطيور المنتجة عندك تبقى طيور قوية جدا بازن الله في الانتاج ويكون انتاجها غزيرة عن طريق مجموعة من الخطوات لو الهاوي شاطر وزكي وفاهم ازاي يتعامل مع الطيور هيقدر ان هو من خلال انتعامل مع الطيور يدرب الطيور ديت على انها تبقى حضين حنين ويساعد الطيور ديت على حل كل المشاكل اللي هتقابلها من اول بقى ان الطيور ديت ترمو البيض او ان الطيور دي ما ترقودش او فيه ضرب بين الزكر والانثة او ان البيض بعد كده لما يفقس يموت تحت الانثة ازاي ان احنا نحل المشاكل ديت ازاي نحل مشاكل التشوهات الفروخ او الكساح كل حاجة شرحناها في الفيديو دوت ازاي نتخلص من التمليح ازاي نساعد الطيور ديت على انها تفطم الفروخ صح وما يحصلش اي مشكلة او افتراس للفروخ كل دوت احنا بندرب عليه الطيور وعلى فكرة العصفير بيبقى الطيور عندها او الفروخ بتاعتها حاجة كبيرة جدا وبتزعل عليها لكن هي مش بتبقى فاهمة وتبقى محتاجة من الهوي ان هو يدربها على الانتاج طبعا بعد كده اتكلمنا عن حشرة الفاش وازاي ان احنا نتخلص من حشرة الفاش نهائي وطرق التطهير وطبعا لازم كنا نتكلم عن فيديوهات الجهاد الحراري الجهاد الحراري ازاي ان احنا نعرف الاول ان الطيور ده عندها جهاد حراري وان الجهاد الحراري ده ممكن يسبب بوقت مفاجئ للطيور وشرحنا بعد كده مجموعة من الطرق نقدر ان احنا نتغلب بها على الاجهاد الحراري من اول الخضروات واحواض الاستحمام وكل حاجة ممكن نشتغل بها مع العصفير زي الفيتامين سي او نشتغل بخلي طفاح او نشتغل بوجبات زي الجزر ووجبات فيها فيتامين سي كويس كل دوت لمواجهة الاجهاد الحراري نقدم خضروات طبعا والعصفير تموت في الخضروات كل ده حاجات هتساعدنا على ان العصفير ما يحصلهاش اجهاد حراري وطبعا اتكلمنا عن اهمية احواض الاستحمام وازد ان احنا نعمل احواض الاستحمام ونجهزها للعصفير وهي اهميتها لمواجهة الجهاد الحراري الشديد علشان العصفير ما تقعش او تموت مننا وبعد كده اتكلمنا عن مشاكل الهموش والدبان واللي بتحصل نتيجة ان احنا بنقدم الاكل غلط للعصفير خصوصا الاكل الطري ده بيسبب ان يبدأ يظهر هموش في المزرعة وزي احنا نتخلص منه ايه الطريقة الصحة لتقديم واجبة الطري بمختلف اشكالها وانواعها سواء بيد مسلوك او سواء واجبة مسلوك او منقوع او مستنبت او ممشور خضروات كل الوجبات دي تتقدم لفترة معينة بتمية محددة في معد سابت يوميا بحيث ان احنا نخلي الطيور تستفيد منها وما تتدرج بسبب ان الوجبة تبوز من درجة الحرار مرتفع وتبدأ انها تكونها موش بعد كده طبعا اتكلمنا عن مشكلة المسائل لان المشكلة دي كبيرة جدا في الصيف وبتسبب ان الفروغ تموت مننا كل دي فيديوهات مهمة احنا اتكلمنا عليها عشان نجاهز عصافرنا لموسم الامتاج ونشتجل معهم صح خلال شهور الصيف بعد كده اتكلمنا عن ازاي ان احنا نحدد العصافير سواء ذكر ولا انسة وطبعا لو العصافير معاك مش عارف تحددها فانت مش تعرف تحدد احتياجاتك في الموسم الجديد وان اللي ناقص عندك هل محتاج ذكور محتاج اناس عشان تقدر ترتب الازواج اللي هتبدأ بها الموسم الجديد وعرفنا ازاي نحدد سواء العصافير صغيرة او كبيرة ازاي نحدد عمرها وسنها من خلال حضقة العين ومن خلال علامات الرأس وكمان من خلال كتير طبعا وازاي ان احنا نقدر نحدد الفروغ الصغيرة ان هي ذكر ولا انسة لان طبعا الناس كتير بتتلغبط فكير بتاع الفروغ ومشارحنا كل ده بالتفصيل داخل الفيديو بعد كده اتكلمنا عن علامات بتوضح لك ان العصفور مريض وازاي ان انت هتعامل مع العصفور لو العصفور مريض وايه الحاجات اللي تبين لك ان العصفور ده والداخل على مرض علشان تبدأ تتصرف بسرعة وتبدأ تقدم العلاج الصح ويبدأ العصفور يتحسن معك ما تسيبوش لحد ما التعب يزيد عليه ويبقى خلاص منعت وقعت منك وما تقدرش يتلحق العصفور بعد كده طبعا اتكلمنا عن الغلطة وبتاعة التهوية اللي بتقع فيها كتير جدا كل موسم وبعد كده بدأنا نتكلم بقى عن خلطة البودر اللي احنا لازم نضيفها على الوجبات الطرية كاحماض امينية واملح معدنية لازم نقدمها للطيور على الوجبات علشان نرفع التخزيع للعصفير علشان العصفير تبقى جاهزة معنا للموسم الجديد باذن الله واتكلمنا عن اهمية الاضاءة لان الاضاءة طبعا من الحاجات اللي بتخلي العصفير تقلش بسرعة وتعدي القلش على خير لان الاضاءة الغير منتظمة بتسبب ان العصفير تخش في قلش متكرر بعد كده اتكلمنا عن ان العصفير لو مش شغالة ازاي احنا نشتغل مع العصفير صح ولازم ان احنا يبقى لينا نظام في الشغل مع العصفير كأنك بالضبط موظف شغال عند العصفير علشان تقدر تخدمهم صح وتقدر ان انت تاخد منهم انتاج العصفير بتحب النظام سواء في موعيد تقديم الوجبات او سواء في النظافة او سواء في نظام الاضاءة والتهوية كل ده حاجات مهمة لازم تبقى عارفها كهاوي علشان تقدر تربي عصفير صح بعد كده اتكلمنا ازاي تنتج من زوج عصفير وممكن ان انت تعمل منه مزرعة عصفير كاملة بس الفكرة ان انت تقدم كميات اقل على قد الزوج لحد ما ان شاء الله ربنا يكرمك والزوج ده يبقى اثنين وثلاثة واربعة وتبدأ تدخل دم جديد وتبدأ تعمل مزرعة كاملة اهم حاجة ان انت تشتري عصفير سليمة صحتها كويسة منتجة علشان تقدر تاخد منها انتاج بعد كده اتكلمنا عن احتباس البيض واتكلمنا عن اضافة الخميرة الخميرة مهمة جدا طبعا واتكلمنا كمان عن تركات كده اثناء اضافة الخميرة لازم ان احنا ناخد بالنا منها لان الخميرة ممكن ان يتأثر على امتصاص الكلسم فشرحنا ازاي ان احنا نقدم الخميرة وفي نفس الوقت ما ندرج العصفير او نقلل او نوقف امتصاص الكلسم في جسمهم والخميرة مهمة جدا كبكتيريا نفعة ومهمة كمان ك تغذية عالية للعصفير وكمان بتزود حجم العصفير وبتساعد العصفير على رفع المناعة او تعزيز المناعة بعد كده اتكلمنا طبعا عن ازاي ان احنا نكسب من العصفير ديت وازاي ان احنا نجيب طفرة غالية وايه الوقت المناسب اللي احنا نجيب فيه الطفرة الغالية وايه الوقت المناسب اللي احنا نجهز فيه بالقصوص الحاضين علشان نبدأ الموسم بتاعنا صح وطبعا الشكوى اللي بتبقى مستمرة عند كل الهواة وهي ان العصفير بتاعتهم او الطيور اللي عندهم مش بتاكل وجبة الطري طبعا قلنا لازم نحن نعود الفروخ من صغرها ان هي تاكل كل الوجبات علشان الفروخ دي لما تكبر تبقى خلاص هي متعودة على الوجبات ومتعودة ان هي الوجبات دي بالنسبة لها وجبات اساسية وتاكل منها باستمرار وانده طبعا هيساعد على زيادة الانتاج وعلى تحسين مناعة الطيور بعد كده اتكلمنا عن وجبات مهمة في فترة القلش زي وجبة المسلوق وجبة المسلوق مهمة جدا 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 اسناء فترة القلش كل دي فيديوهات اتعملت خلال شهور الصيف كل دوت منعمله علشان نجاهز طيورنا لموسم الانتاج الجديد فما ينفعش ان احنا نقول هنبدأ موسم الانتاج من شهر تسعة لا المفروض ان انت حضرتك بتبدأ تجهز طيورك لموسم الانتاج من اول شهر ستة وسبعة وتبدأ انت تشتغل مع الطيور علشان تاخد منهم موسم انتاج ناجح بازن الله طبعا اتكلمنا عن وجبات ببلاش رخيصة ممكن ان انت تستخدمها علشان تقدم للطيور واملاح معدنية وتقدم لهم نسبة فيتامين كويسة وكمان تساعدهم على مواجهة الاجهاد الحراري خلال اشهر الصيف زي اشر البطيخ اشر البطيخ الطيور بتاع شاوه ومفيد جدا جدا للعصفير في فترة القلش بعد كده اتكلمنا عن الهواء اللي عندهم عصفير شغالة اثناء الصيف وازالهم ما يتصرفوا معاهم لو العصفير دي تقامت من على البيض او العصفير معاها فروخه مش قادرة تأكل من الاجهاد الحراري شرحنا كل ده في الفيديو ووضحنا ازاي ان انت تقدر تساعد تساعد الازواج ديت ان هي تنتج وتبدأ تشتغل معاك في الصيف وانا اصلا مش برجح ده لكن لو كانت الازواج لسه ما خلصتش القش اللي معاها فقلنا ازاي ان انت تتصرف معاها بطريقة صحية طبعا اكلمنا عن التغذية وقلنا ان التنوع في التغذية صح وايه اللي انت ممكن تعمله للعصفير او تقدموا لهم ايه في التغذية وايه الغلط على حسب طبعا كل وجبة وعدد المرات الصحة اللي احنا بنقدمها في الاسبوع لان الوجبة لما تزيد عن حدها ممكن ان هي تسبب امراض للعصفير زي امراض التلييس والتشحيم واتكلمنا عن دوت في فيديو تنوع تغذية العصفير والصحة والغلط في نظام تغذية طيور الزينة وبعد كده عملنا جدول كده بسيط ازاي ان احنا نقدم للعصفير اكتر من وجبة في اليوم وكمان ازاي ان احنا ننوع فيه وجبات الطريق خلال الاسبوع علشان نقدم للعصفير اعلى تنوع في التغذية باذن الله بعد كده اتكلمنا عن مشكلة بتقابل هو كتير وهي ان زكر يموت وانسى يبقى معها بيد يجي دخل عليها زكر جديد تبدأ ان هي تهاجم الزكر لانه طبعا تنخل الزكر في بعض غلط فلازم ان احنا نعرف ازاي ان احنا ندخل الزكر وامتى علشان العصفورة تبدأ ان هي تقبله والمفروض ان الانسى هي اللي تخش على الزكر مش العكس علشان نقدر ان احنا نعمل التوالف بين الزوج ده وشرحنا بعد كده اوات ازاي ان احنا الازواج بتبقى متوالفة لكن ما فيش انتاج وايه المشاكل اللي ممكن تقابلك من فزع وخوف العصفير نتيجة اصوات نتيجة اداءة غير منتظمة نتيجة مثلا اصوات مستمرة في الشارع صوت كلاب عند الجران الكلام ده كله حاجات ممكن تخلي العصفير ما تنتجش مع انها متوالفة وبتخش العشو وتأكل بعضها وبتعمل كل علامات التوالف وعلامات وضع البيض لكن هي الازواج بتبقى خايفة ازاي ان احنا نحل المشاكل ديت ونقدر ان احنا نشغل عصفيرنا تحت اي ظروف والحمد لله دي من المشاكل اللي قابلتني وقدرت ان انا اتغلب عليها الحمد لله هتلاقوها في الفيديو برضو واضح معاكم كل الفيديوهات ديت موجودة على القناة لازم ان احنا نشوفها علشان فعلا نزود خبرتنا في تربية طيور الزينة بعد كده اتكلمنا عن الفروخ اثناء السفر واتكلمنا عن ازاي ان كانت الازواج ما شاء الله صحتها كويسة جدا وكمان في فروخ فقست كتير اثناء فترة سفري وازاي ان انا جهزت المزرعة ان انا اقدر اسيب العصفير لمدة خمس ست ايام متواصلين بدون مكون موجود مكون مسافر والعصفير الحمد لله ما حصلهاش اي مشكلة ده لاني اتصرفت صح ودي مشكلة بتقابل هوا كتير لما بتبقى مسافرة مثلا تصيف او كده لازم تعرف ازاي ان انت هتتابع طيورك علشان تقدم لهم كل اللي هما محتاجينه اثناء فترة السفر وازاي ان انت تقدم الاكل وتقدم المية كل ده مهم جدا علشان العصفير محصلهاش اي مشكلة اثناء فترة السفر طبعا اتكلمنا عن وجبة القلش وكانت وجبة القلش دي في العيد وانا كنت مسمي الفيديو عادية العصفير وكانت لانها وجبة مهمة جدا وجبة بتساعد العصفير على القلش وبترفع خصوبة الطيور فطبعا دي من الوجبات المهمة اللي لازم ان احنا نقدمها خلال فترة السف وفترة راحة العصفير اللي العصفير بتقلش فيها بعد كده بدأنا بقى ان احنا نجهز طيورنا الموسم الجديد من خلال رفع مناعة الطيور من خلال مجموعة من المشروبات شرحتها في فيديو مشروبات طبيعية لمناعة قوية جدا باذن الله مشروبات مش هتكلفك اي حاجة كلها حاجات بسيطة موجودة في البيت لكن هترفع معاك مناعة الطيور جدا مش هتحتاج بقى ان انت تقدم رفع مناعة او تقدم دواء او الكلام ده واتكلمنا عن الطريقة الصحيحة على عزل العصفير اثناء فترة الراحة وانا ان احنا لاسم نعزل العصفير صح في مكان مناسب في مساحة مناسبة ونحط عدد الكلات مناسب ويبقى عدد الطيور مناسب للمكان اللي هي فيه طبعا لو مطار على حسب عدد على حسب مساحة المطار بنحط عدد الطيور تمام طبعا اتكلمنا عن احتباس البيت لان احتباس البيت مشكلة بتتكرر مع الصيف خاصة لان في الصيف بيبقى فيه نقص للمية والاليان في جسم الطيور فبالتالي بتساعد على زيادة احتباس البيت فلازم ان احنا ناخد بالنا من طيورنا علشان ما يحصلش احتباس البيت طبعا انكلمنا عن فصل الازواج اوات لما تبقى الفروخ في صن الفطام لازم ان احنا نفصل الازواج بطريقة صحيحة بان انا نشيل الانسة ونسيب الزكرة هو اللي يكمل في طعم الفروخ وبعد كده نفصل الفروخ وعملت فيديو لطيف جميل كده ديئتين ازاي ان احنا نحمي فروخنا من تشوه المنقار وتشوه والارجل تيجي توجود فضلات داخل العش الفضلات ديت ممكن تتسبب في انها تبوز لك منقار الفروخ او تخسر ضافر او صعبع او حاجة من ارجل الطيور او تسبب ان الطيور جي لها كساح الفروخ نتيجة ان انت مش بتنظف صح وزي ان انت تنظف صح وزي ان انت تشيل الفضلات الى العلقع او العصقع في منقار وارجل الطيور فيديو مهم جدا والله كل دي فيديوهات هتساعدك فعلا ان انت تحل اي مشكلة تقابلك عند العصفير بعد كده شرحنا فيديو مهم جدا بالنسبة لي وهو ليه انا ما بطلعتش العصفير بالفروخ لان طبعا ناس كتير بتطلب مني العصفير يكون معها فروخ انا ما بعملش كده لان اللي بعمل كده ممكن ان هو يضر المشتري بان العصفير ديت تروح عنده تبقى خايفة ما تكملش العصف اللي معها وكمان تتوقف عن الانتاج لفترة كبيرة بعد كده اوات عملنا فيديو مخصوص ازاي نفرق بين الزكر والقنصة في الفروخ لان الفروخ بتلغبط ناس كتير جدا رجعنا تاني عملنا فيديو عن التليس والتشحيم بطريقة مختلفة وقلنا ايه الحاجات اللي ممكن بسبب نظام التخزية تؤثر على التليس والتشحيم متزود التليس والتشحيم عند الطيور خصوصا الناس اللي بتقدم بتقدم نسبة بالكم كبيرة اثناء شهور الصيف كمان برضو للناس اللي بتقدم وجبات ارز كتير وجبات فيها نسبة كربوهيدرات عالية بتسبب ان العصفير يحصل لها تليس بعد كده نكلمنا عن القلش ولازم كنا نتكلم عن القلش ونتكلم عن غيار الريش وان العصفير محتاجة تغزية كويسة اثناء فترة القلش وايه انواع القلش واسبابه سواء قلش موسمي او قلش على حسب المراحل العمرية او قلش مفاجئ نتيجة تغير ظروف المحيطة بالعصفور كل ده اتكلمنا عنه وتكلمنا بعد كده عن وجبة مهمة جدا للعصفير اثناء فترة القلش وهيه ممشور الخضروات كل دي وجبات هتساعد العصفير على انها تقلش كويس وتطلع ريش كوي وكمان هتساعد العصفير على انها تتزود خصوبتها ويبقى الموسم الجديد موسم كوي جدا عليها بازن الله بعد كده اتكلمنا عن تحديد نسب خلطة الحبوب حسب احتياجات العصفير وده المقصود به ان احتياجات العصفير من خلطة الحبوب في الصيف غير الشتاء ولازم ان احنا نجهز خلطة الحبوب على حسب احتياجات العصفور يعني العصفور في الشتاء محتاج نسبة كربوهيدرات عالية اما في الصيف فمحتاج نسبة املاح والياف وبروتين اعلى على شأن القلش طبعا البروتين مهم برضو في فترة الانتاج ولكن المشكلة كلها بتبقى في نسبة الكربوهيدرات لازم نغيرها في خلطة الحبوب من خلال تقليل البلكم في الصيف وزيادة نسبة البلكم في الشتاء والعكس طبعا تقليل نسبة الدنيبة في الشتاء وزيادة نسبة الدنيبة في الصيف بعد كده اتكلمنا عن رفع العشوشوات وبداية موسم الراحة وعزل الزكور وفطام الفروخ كل ده حاجات عملناها كنا خلاص بقى كده بيحنا كل الازواج اللي عندنا وكل الازواج اللي كان معاها فروخ فطمناها وبدأنا ان احنا نفصل الانسة ونفصل الزكور طبعا الزكور في مطار والاناس في مطار كتحفيز للعصفير وبنبدأ بقى ان احنا نخرج العصفير من مودي الانتاج ونبدأ ان احنا نهتم بتخزية العصفير ويبقى العصفير اهم حاجة عندنا ان هي ترتاح تدير كويس تاكل كويس علشان نجهزها للموسم الجديد طبعا اتكلمنا عن مشروب مهم جدا جدا زي الفيرتيفيت لتجهيز العصفير لموسم الانتاج وهو المشروب الخروب مشروب الخروب من المشروبات الممتازة جدا لتجهيز العصفير لموسم الانتاج بما فيه من فواد كتير جدا انا شرحتها كلها في الفيديو باذن الله بعد كده اتكلمنا عن تجهيز العصفير والسلاكات للموسم الجديد طبعا لازم تبدأ تجهيز مزرعتك سواء هتحطها عصفير او سلاكات وانا طبعا مفضل السلاكات علشان تعمل موسم الانتاج جديد قوي جدا باذن الله بعد كده اتكلمنا عن لو العصفير عندك حصلها جروح او رجليها اتزنيت او العصفور اتعلقيت من رجليها وبدأ انه يحصل تورب في الرجل او تمزق في الاربطة بتاعت الرجل او ان الرجل خلاص يمش هادر هتبوس عليها ازاي ان احنا اشتغلنا مع العصفور اللي واضح قدام حضراتكم في الفيديو دوت لمدة 15 يوم لحد ما العصفور رجع لطبيعته والحمد الله وانا نزلت شورتس ان العصفور دوت ما شاء الله بقى في الفيديو طبيعي جدا ورجع لحالته الطبيعية مع العلاج الصحيح ورجله ما حصلهاش اي تشوهات ولا اي مشكلة بفضل الله بعد كده اتكلمنا عن اسباب بتخلي ان العصفير رفضة انها تتوالف ودوت لما بنشتري العصفير غلط من المحلات والعصفير ديت بتبقى عشق عصفير تانية او برضو من هاوي ولكن الذكر كان واحد نتاية تانية عند الهاوي التاني الباقع كل دوت بيأثر على توالف العصفير وبتخلي العصفير تاخد فترة اكبر لحد ما تتوالف بعد كده اتكلمنا عن الزين جاهز عصفيرنا لمجسم انتاج بتغذية قوية ومن اعتمدش على الفيتامينات والاملاح والكلسام والكلام ده ونعتمد اكتر على التغذية الطبيعية لان ديت هي اللي هتدينا عصفور منعته قوية وعصفور انتاجه كويس ومحترم علشان مش نقصوا اي عنصر من العصفير الغذية اللي موجودة في جسمه بعد كده اتكلمنا عن خطر استقبال العصفير الجديدة لان استقبال العصفير الجديدة ممكن يبقى خطر على عصفيرك اللي موجودة في المزرعة لو انت ما قدرتش تستقبل العصفور ده صح وتعزله وما تدخلوش المزرعة الا ما تطمن ان العصفور ده سليم كذلك المستلزمات والاكل ممكن تبقى سبب ان هي تنقل اي مرض داخل مزرعتك كذلك العصفير البرية ما ينفعش ان هي تبقى على التعامل مباشر مع عصفيرك لان العصفير في البرية منعتها اقوى ممكن ان هي يبقى عندها مرض ولكن مش واضح عليها وعن طريق التعامل المباشر مع عصفيرك لو العصفير في بلكونة او في مكان تقدر ان العصفير البرية اللي في الطبيعة توصل لهم فتسبب لهم عدوى وتبدأ ان عصفيرك تتعب لقدر الله بعد كده اتكلمنا عن وجبة المسلوق بمكونات رهيبة من اول خلطة البودر وخلطة حبوب الطاقة والمورنجة واضافات كلها مهمة جدا لتجهيز العصفير وطبعا مكون مهم جدا وهو الحمص الحمص من المكونات اللي فيها نسبة فيتامينات ونسبة احمدها من ايها كويسة جدا واملاح وهيساعد على تجهيز عصفيرك وفعلا هيخلي عصفيرك صحتها ممتازة جسمها حجمه ممتاز كمان الخصوبة عندها ممتازة باذن الله هو والخروب طيب بعد كده اتكلمنا عن الفيتامين علشان الناس اللي عايزة تقدم فيتامينات وان ان الفيتامينات اه بنقدمها اه في اه وقت معين اسناء تجهيز العصفير للموسم وتكلمنا عن فيتامين بشري لخيص اسمه الالبافيت الالبافيت دوت بيساعد عصفيرك على انك تجهيزهم وهو يعتبر كرافيا مناعة وفيه فيتامين داله فيه كالسيم ويساعد عصفيرك على انها مبياش عندها اي ناصر في العناصر الغذائية وتبقى دخلها جهزة للموسم باذن الله بعد كده اتكلمنا عن مرض رهيب شفته بكسرة جدا في مزارع كتير اثناء زياراتي لمزارع اللي انا بيطلب مني ان انا اراجع الطيور وافحص الطيور واجهز الطيور لجوازات جديدة في المزارع دي مرض الفطريات او الاشف او الجرب او الجدري كل ده مرض بيطلق على مرض خبيث بيسبب ان عصفيرك تتوقف عن الانتاج وان الفروخة عندك تموت وممكن الاهالي بعد كده تموت لو انت مشتغلتش صح ودات ان انت تعالج الطيور بتاعتك بعد كده اكتلمنا عن غلطة مهمة جدا وهي تخزين الحبوب تخزين الحبوب من الحاجات المهمة علشان تتطم ان انت بتقدم حبوب سليمة لعصفيرك تخزين الحبوب دوت ممكن انه يكون سبب انك يحصل عندك موت جماعي داخل المزارع لقدر الله لو انت اشتريت حبوب غلط او حبوب مش سليمة او ان انت خزنت الحبوب غلط والحبوب بازت منك كل دوت ممكن يكون سبب في ان العصفير تموت منك لقدر الله طبعا هنا وصلنا لمرحلة ان الهواء خلاص دخلت تبدأ تشتري العصفير في الموسم الجديد فاتكلمت عن اهم طرق الغش والنظم في بيع العصفير علشان ان هو تشتري عصفير سليمة وصحيتها كويسة ومنتجة وما يحصلش لها مشكلة بسبب ان هي اشترت عصفير فيها اي مشاكل والعصفير دي تروح لها مريضة او يتنصب عليهم لو العصفير دي شحن ويحاولوا فلوس والعصفير ما توصلش كل دي مشاكل بتقابل الهوي الجديد بتخليه ان هو يكره الهواية من قبل ما يدخلها واتكلمنا انك كهاوي جديد ما يفعش انت تروح تجيب قصوص بالفين واكتر من كده لان طبعا انت مشابه لسا عندك خبرة ان انت تتعامل مع القصوص ديت او تنتج منها او تعالجها لو تعبت منك فانا مش عايز الهوي يرمي فلوسه لا انا عايز الهوي يتدرب صح الاول علشان يبقى عنده خبرة في التعامل مع العصفير بعد كده يبدأ يجيب عصفير اسعارها عليها وتفارات ولازم طبعا يبقى عنده خبرة في الوراثة علشان يعرف يستفيد من كل عصفور اشتراه ويقدر ينتج مستويات اعلى وما يختارش الفلوس اللي دفعها في التفارات ديت باذن الله كل دي فيديوهات موجودة على القناة وكل دي معلومات الحمد لله الواحد بيقدمها على القناة علشان تفيد الهاوي وفعلا يبقى هاوي عنده خبرة وشاطر في الهواية ارجو ان احنا نركح نشوف الفيديوهات ديت لو عايزين نبدأ موسم انتاج صح ما ينفعش ان احنا نبدأ موسم انتاج واحنا ممرناش بالخطوات ديت انا بحاول ان انا اشرح كل معلومة اقدر ان انا اوصلها للهاوي علشان الهاوي ما يبقاش عنده حاجة مش واضحة او حاجة هو مش فهمها في التعامل مع العصفية يارب اكون بقدر افتكم وقدم لكم معلومة مفيدة وكل دوت والله انا بعمله لوجه الله وابتغاء مرضات الله شكرا لكم اخوكم احمد ابراهيم من قناتكم هوا عصفير الجنة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته